السؤال رقم اثنين. برضو عايز يحسب الباور للدايرة دي ومديك الفولتش والقارنت فرق الجهد والطيار على كل عنصر من عناصر الدايرة في جدول. طيب زي ما قلنا سيبقى عندي هنا. لو انا عندي الفولتش سورس بالشكل ده. مجب سالب. لو الطيار داخل من الطرف السالب للطرف المجب بيبقى البي هتساوي سالب في فوق اي. لو الطيار داخل من الطرف المجب للطرف السالب فالبي هتساوي مجب في فوق اي. تمام? طيب. بالنسبة للاشارة. تعال نبدأ بقى في حل مسألة. نبدأ برقم اي. في رقم اي. اللاحظ ان انا عندي الفولتش في اي. ادي السالب وادي المجب. واللاحظ ان اي اي داخل من الطرف السالب. اذا البي اي هتساوي سالب في اي اي. واول حاجة عندنا هي. نكون حتى نهزف ده. اول حاجة عندنا هتبقى هي البي اي. هتساوي سالب في اي اي. يعني هتساوي سالب الفي عندي بكم? الفي اي عندي بي ستة واربعين بوينت واحد ستة. يبقى ستة واربعين بوينت واحد ستة. في الاي اي بي ستة. نحسبها على الالة تطلع معنا بكم? تطلع معنا بي سالب متين ستة وسبعين بوينت تسعة ستة. طيب. نروح لرقم بي. في رقم بي هنلاقي ان الفي بي. بالشكل ده ادي المجب. وادي السالب منلاحظ ان الطيار اي بي داخل من الطرف المجب. يبقى اذا البي بي هتساوي موجب. في بي في اي تي. يعني هتساوي. اول حاجة. الفي بي باربعتاشر. بوينت واحد ستة. في الاي بي باربعة. بوينت سبعة اتنين. اضربهم في بعضة على الالة هيدينا كم? هيدينا ستة وستين. بوينت تمانية تلاتة خمسة اتنين. طيب رقم سي. رقم سي هنلاقي ان انا عندي. ادي الفولت في سي. ادي المجب. و ادي السالب. و عند الاي سي داخل من الطرف المجب. البي سي. هتساوي موجب. في سي اي سي. هتساوي. البي سي عند هنا. بسالب اتنين وتلاتين. و الاي سي بسالب ستة بوينت اربعة. طبعا سالب في سالب هيدينا موجب. فده هيدينا كم? هيدينا متين واربعة بوينت تمانية. طيب نروح لرقم دي. رقم دي هنلاقي ان انا عندي. ادي المجب و ادي السالب. ونلاحظ ان الاي دي دخلة من الطرف السالب. اذا البي دي هتساوي سالب. في دي في اي دي. يعني هتساوي سالب. البي دي بكام? البي دي باتنين وعشرين. وين? ال اي دي بواحد. بوينت اتنين تمانية. احسبها على الالة تطلع معنا بكام? تطلع معي بي سالب تمانية وعشرين. بوينت واحد ستة. طيب اللي بعدها رقم اي. رقم اي هنلاقي ان انا عندي البي اي. ادي المجب و ادي السالب. والاي اي دخلة من الطرف المجب. يبقى البي اي. هتساوي مجب. في اي في اي اي. يعني هتساوي. البي اي هنا بسالب تلاتة وتلاتين. بوينت ستة. والاي اي بسالب واحد بوينت ستة تمانية. طبعا سالب في سالب هيدينا مجب. لو حسبنا على اله هتطلع معنا بكام? هتطلع بي ستة وخمسين. بوينت اربعة اربعة تمانية. طيب بعد كده عندنا اف. ادي الف. ادي السالب وادي مجب. واللاحظ ان الايف دخلة من الطرف المجب. توبقى الف. هتساوي مجب. في اي ايف. طيب الف عندي هنا بستة وستين. الايف بي بوينت اربعة. نحسيبها الآن تطلع معنا بكام تطلع معنا بستة وعشرين بوينت أربعة بعد كده رقم G في رقم G هنلاقي أننا عندي ده كده ال VG يدي الموجب ويدي السلب ونلاحظ ال IG دخل من الطرف الموجب للطرف السلب إذن ال VG هتساوي موجب VG يعني هتساوي ال VG عندي هنا باثنين بوينت خمسة ستة في ال IG بواحد بوينت اثنين تمانية لو حسبناها لها تطلع معنا بكام تطلع بثلاتة بوينت اثنين سبعة ستة تمانية طيب آخر حاجة عندنا ال H وبصينا على ال H هنلاقي أن ده كده هو VH أدي السلب وأدي الموجب وال IH دخل من الطرف السلب وطلع من الطرف الموجب أنا عندي هنا VH بتساوي عندي هنا الفولتش بي طبعا في عندي سلب سلب في القانون لأنه داخل من الطرف السلب أنا عندي أصلا سلب في القانون ماشي VH IH فهتساوي هذا السلب اللي برا وعندي ال VH نفسها بسلب بوينت اربعة سلب بوينت اربعة وعندي ال IH بوينت اربعة فعندي برضو السلب في سلب هدي الموجب بوينت اربعة بوينت اربعة دي بوينت واحد ستة موجب بوينت واحد ستة تمام طبعا أسف المفروض دي كده تكون بي اي دي يكون بي اف دي يكون بي جي دي يكون اي دي يكون بي اتش طبعا واحدات الطياز دي بالوط دي بالوط دي بالوط 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 طيب بعد ما حسابنا الباور لكل عنصر بيقول لي هاتلي التوتيل باور وتفولبت وتوتال باور يعني التوتيل باور اللي جينيريتد أو اللي تم تولدها والتوت الباور اللي تم امتصاصها طيب لو انت فاكرين احنا عندنا البي او الباور لو هي بتساوي موجب v2i او يعني الباور طلعت باشارة موجبة ده معناه ان الباور او تم امتصاصها او تم امتصاصها لو الباور طلعت باشارة سالبة سالف v2i وطلعت في الاخر باشارة سالبة ده معناها ان هي باور developed او تم تولدها او generated كلهم بنفس المعنى فهنا عندي تعال الأول نجيب الباور اللي هي developed هنجيب total power total developed sorry total developed power طيب من هنا العناصر اللي بتديني باور كل العناصر السالبة عندي E طلعت بأشارة سالبة ال E طلعت بأشارة سالبة فبدي معناها ان هي بتديني باور وكمان ال D ماشي يبقى ال E وال D دول اللي طلعوا معايا بأشارة سالبة يبقى انا عندي ده هيساوي ال B E زائد ال B D يعني هيساوي ال B A عندي بسالب 267 276 زائد ال B D بسالب 28 بسالب 28 0.16 ده هي ديني 305 0.112 سالب يبقى دي كده ال Total Power اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ طيب بعد كده Total Power Absorbed Total Absorbed باور هتساوي ايه؟ هتساوي مجموع كل الباورز الموجبة طيب فان عندي ال B B هتساوي ال B B زائد ال B C زائد ال B E زائد ال B F زائد ال B G زائد ال B H كل دول طلعوا بالموجبة من ال B B بكام ال B B بكام ال B B عند بستة وستين بوينت تمانية تلاتة اتنين خمسة أو تلاتة خمسة اتنين زائد ال B C طلعه بكام بي ميتين واربعة بوينت تمانية زائد البي اي بي 56.448 56.448 زائد البي اف اللي هي ب 26.4 زائد البي جي ب 3.2768 واخيرا البي اتش اللي هي 0.16 نجمع دوله على القالة هيطلع معنا بكم هتطلع معايا بموجب 3.5.7 علامة 9.2 هنقول دي كده البي افزوربت دي البي افزوربت ودي هي البي او البي جينيريتد طيب المفروض لو الدايرة دي صحيحة المفروض لما تجمع التوتل باور التوتل ابزوربت باور زائد التوتل جينيريتد باور مفروض يديك سفر بس هنا انت هتلاحظ ان انت لو جمعت الديفولب باور اللي هي سالب 305 بوينت 1 2 زائد الابزوربت باور اللي هي 357 بوينت 9 2 الكلام ده مش هيدك سفر طيب ده معناه ايه ده معناه ان في مشكلة في الدايرة نفسها يعني لو رحت لنفس المسائل دي في الكتاب هو تلا يمقسم لك المسألة لايه احسب النواتج دي رقم بيه اعمل اللي تشيك بتاعك وتأكد ان النواتج دي من ناحية ان هندسية صحة والغلط طبعا في مسائل بتبقى من ناحية الهندسية غلط ومسائل من ناحية الهندسية صحة في المسألة رقم واحد لما حلناها لانا فعلا ان مجموعة الباور كان بسفر فدي مسألة صحة من ناحية الهندسية في مسألة رقم اثنين لما جمعنا مجموعة الباور ما طلعش معنا بسفر فده معنا ان في خطأ في الديتا بس هو هنا ما سألكش السؤال ده الكلام ده الاسئلة دي فيه موجودة في الكتاب بس لكن مش موجودة هنا فدي بس حتة زيادة عشان لمجرد الفهم لكن هي دي خلاص الاجابة النهائية اللي مفروض تكتبها في الواجب دي كده هي وده كده حل السؤال رقم اثنين